ننتقل إلى كورونا تفسير البعض لوجود هذه الجائحة التي أصابت العالم كله أنه هذا عقاب من الله سأل الله أن يرفعها إن شاء الله وأن يشفيه كل مريض في العالم يا رب أي أن كان جنسه ولونه ودينه وعرقه سأل الله أن يفرج عن الجميع يا رب مرمأ أمين وهذا أمر ما ننبه له الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يحب منه أن نكون هكذا وأن يواسي من فقده الأحبة وكلنا يعني غالبنا لهم أحبة فقدوا في هذه الجائحة رجعنا للتطرف الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل هناك تطرف فين هنا تطرف يقول هذا عقوب وتستحقوها ولو تتذكر أول ما بدأ في الصين كان الكلام أن هذا الصين بسبب أنه أقاب الصين لأنها اضطهدت إخوتنا الإيغور نعم حصل في السابق اضطهد الإيغور وفي مشاكل موجودة لكن أنت علي أساس حكمت أن هذا إقاب لأنك هنا تنازع الله في الربوبية هل أنت معصوم أو عندك وحي وأخبرك ربي أن معاقبهم الآن بهذا طيب الله الآن انتشر في العالم صار إيش قال هذا عقوبة للكفار لما راح لأوروبا طيب لما جاء لبلاد المسلمين هذا عقوبة لكم أنتم هنا في مصر وفي السعودية وفي كذا حسب المواقف السياسية طيب راح للدول اللي في الفريق الثاني هذا ابتلاء للمؤمن هنا نلعب هذا نوع من التحكم هذا في إثم كبير لأنه منازع لله في خصيصها من خصائص الربوبية وهي الحكم على معالات البشر في المقابل في تطرف آخر يرفض لحظة العتب على النفس لحظة المصارحة لحظة المحاسبة الذاتية طيب شوف الحكم بأن هذه عقوبة من الله على الناس هؤلاء هذا لا يجوز لأنه شأن إيش قلنا شأن من شؤون الربوبين طيب إيش شغلك أنت يا عبد لا شغلي أنا حاسب نفسي أنا وعادب نفسي أنا إيش تقصيري مع الله إن إساءتي كان بعض السلف الصالح في الحج يبكي فقال لأحد إخوته في الله ما يبكي قال أن لا شك عندي أن الله لم يجمع هذا الجمع إلا ليغفر لهم وإني لا أخشى أن لا يغفر الله لهم إلا بسبب وجودي بينهم ومن كبار لأئمة قال أنا خايف أنه تتأخر المغفرة وقبول لهم بسبب أن هذه السنة طلعت معاهم عشان أنا ليوحش فيهم أنا لوحش اللي فيهم يقول فغياب هذا المعنى خلانا نرفض فكرة المحاسبة يعني إيش نرفض فكرة المحاسبة؟ لا نحن لنا جزء من التسبب فيما يحصل يعني هي جزء من التسبب فيما يحصل أنماط معيشتنا المعاصرة تعاملاتنا طريقة أكلنا تعاملنا مع البيئة نوعيات التعاطي الكيميائي للأدوية وغيرها التي نتعامل بها لا في شيء خطأ يحتاج إلى عادة نظر الأنماط الطبية التي نتعامل بها بمعنى طريقة التعامل الاقتصادي في الطب إخراج الطب من كونه واجب دولة ومجتمع أو دولة تجاه المجتمع لتوفير الرعاية الصحية إلى وسيلة اقتصادية بحتة ظهر فشل النظام العالمي المتحضر كما يسمونه المتقدم في إدارة أزمة لفايروس يعني لا يرى بالعين المجردة مجموعه الذي لعب العالم كله قالوا ما يتجاوز خمسة قرامات لو جمعوا أو أكثر أو أقل إذن الفايروس هذا فيه تنبيه فيه فرصة من وراء هذا المرض وهذه الجائحة لوقفة مراجعة وقفة مراجعة للنظرة للعلاقات الاجتماعية فيما بين البين عندما يقال أنه في دولة ينظر إليها أنها متحضرة مثل ألمانيا العنف الأسري تضاعف أربع مرات في أيام الحضر في الجائحة ضرب الزوجات والمشاكل الأسرية طبعا مش معناه أننا اللي كويسين يعني أننا ما عندنا المشاكل بس هنا لأننا عندهم وسائل وسائل حصر ووسائل إحصاء استطعت أن أأتي بهذا المثل معناه في خلل معناه أن لما كان أول يبدو كأنه جميلا كان جزء من الالتزام القانوني مع البراح أن عندما تتصاعد موجد رفض اللاجئين والمهاجرين في أيام كورونا أنه كيف ينافسون في مستشفياتنا وما ينبغي نقدم علاجات والأصوات المقيتة من هذا النوع العنصرية في الأماكن وفي الدول التي كان يضرب بها المثل في الإنسانية يعني بذلك حتى شمال أوروبا مثل الدول الإسكندنافية اللي هي مضرب المثل في التعامل الإنساني بين شعوبها عندما نرى صعود اليمين يزداد في السنوات الأخيرة ثم في هذه الأزمة إذن يوجد خلل في المنظومة الفكرية التي تدير دفة حياة ما بعد الحداثة التي نعيشها اليوم هذا الفايروس فرصة فرصة ذهبية لأنه في لحظة انكسار يعني إيه لحظة انكسار لأنها لحظة شعر بها الإنسان أنه مش اللي كان يظن الغرور الذي عاشه البشر الاغترار الناتج عن المكنة التقنية والتكنولوجية والتقدم اللي حصل وأنه خلاص كل شيء كيميا وورقة وقلم إلى درجة أنه صار من يتكلم يقول لا حاجة للإله ولا كذا ولا كذا نستغفر الله والتطاول بالاغترار حصلت كسرة حتى اللي يكابر يقولنا مش موجودة لا موجودة جواه أنه في شيء مش صح أنه لسنا في طور الكمال لسنا في نهاية التاريخ التي كان يتحدث عنها إذن في خلل في المنظومة اللي موجودة خلل في الرؤية التي كنا نتوحم أنها الرؤية المثالية العلمانية الليبرالية اللي وصلنا إليها خلاص أنها هي الكمال البشري أو أنه أفضل الحالات التي يمكن أن يحلم بها الإنسان لا ليست كذلك الرأس مالية رأينا نتائجها الديمقراطية صار طلعت لنا اليمين المتطرف المنظومة حتى القيمية الإنسانية الليبرالية اهتزت لمجرد الخوف من المهاجرين والخوف من تغير الثقافة والإرهاب حتى مع أن المبادئ لا تتجزى ما كنا نظن دموقراطيات راصخة ومفاهيم ثقافية يعني غير قابلة لأنها تتزعزع تزعزعت جاء كورونا ووضع خطوط وعريضة لو تنبحنا لقراءتها بغير تكبر وبدأنا نحدث مراجعة تعين على إعادة النظر في صياغة رؤية فلسفية للعالم بعد ما بعد الحداثة خلونا نقول عالم ما بعد كورونا ما نتكلم فيه فقط عما تتكلم عنه وسائل الإعلام من الصراع السياسي بين الصين وأمريكا وبن هذه هذه جزء من المشكلة الأصلية اللي هي فساد النظام الفكري الذي ثقافي الذي نعيشه اليوم أدى إلى ذلك وإلا فالنفوذ والمال والسلطة كلها هذا أصغر بكثير من أن تشرط شعوب وتزهق أرواح وتسال دماء وتضطهد أناس من أجلها لكن ما الذي يجعل الناس على هذا النحو خلو كورونا نتكلم من هذه الناحية نقول ممكن ربما شوفوا مع ذلك لا أتألأ ربما تكون كورونا عطية ربانية لإعطاء البشر فرصة يفكرون مرة أخرى أعطاهم تنبيه يعني ولله المثل لا أعلم مصر لا حد يدخل عليكم في أي مكان في العالم يعمل كلاكس يقولوا صوت السيارة يعمل كأن هذا تنبيه رباني ربما يكون هذا تنبيه رباني للبشر لكن ما أضطرف وقول لا 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 ما لش دعوة وانتو كل حاجة تقولوا عليها عقوبة أو أضطرف وقول إنها عقوبة لا أرفض فكرة المفهوم والتنبيه مثله تماما فكرة طب الدعاء ولا العلاج لا أنا خلاص بدعي ربنا وبقرأ الآيات التحصين وما بعمل الكمامة ولا بتعامل بالكذا ولا العلاج وكذا ومش وقت الدعاء طب ليش ليش نتصور منه الاثنين ما يجتمعوا ليه ما نقول الأصل هو الدعاء والالتجاء إلى الله والتوكل والاعتماد عليه والواجب الذي أوجبه الله تعالى علينا الأخذ بالأسباب بإتقان في الأخذ بالأسباب شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ أستاذ يقول لو أن الناس اهتموا بالدعاء والالتجاء إلى الله اهتمامهم بالكمامات لرفع الله عننا البلاء فأرسل لي واحد يقول يشوف هذا اللي تقول عليه أستاذك يعني إيش الدروشة هذه وتقول الله مش الدروشة عقلك أنت في عقدة أنه أي شيء غيبي أو روحاني معنا معرقل للجانب العلمي هو ما قال لو أننا اهتممنا بالدعاء وتركنا الكمامة قال لو أننا اهتممنا بالدعاء اهتمامنا بالكمامة لرفع الله عنها بالبلاء فما هو قال اهتموا بالكمامة لكن ايش اهتموا أيضا بالالتجاء إلى الله والدعاء نعم